أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند أبرز خبر في هذه الفقرة النهاردة واللي بالتأكيد كان مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي وتحديدا إدارة الأهلي بعد ورشة العمل اللي تمت بالأمس ما بين مسؤولي الأهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية اللي تحدد موعدها خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل الجديد بالنسبة لنا في الخبر مش الخبر نفسه أو كواليسه أو تفاصيله الجديد بالنسبة لنا أن في ظل حالة البلبلة الموجودة في السوشيال ميديا كل يومين 3 نطلع نقول في تأجيل 4 أيام في اجتماع عاصف خلال الفترة اللي جاية في اجتماعات بالتأكيد عشان يتخذ قرار بتأجيل منافسات كأس العالم الأندية لكن تجي تبص على الواقع تلاقي الواقع حاجة تانية خالص يعني مثلا قدام الخبر الرسمي من النادي الأهلي الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في ورشة عمل اللجنة المنظمة للبطولة المؤدس خالد مرتاجي عضو مجلس أمين صندوق النادي الأهلي وعضو مجلس دارة بالأمس كان موجود في ورشة العمل وحضرها بالتأكيد بالصفة وطبعا هيبقى المنصق ما بين النادي الأهلي والاتحاد الدولي في هذه المناسبة كما هي العادة خلال السنوات الأخيرة واللجنة المنظمة عملت الفيجي كونفرنس ده عشان تشرح أبرز الأمور والترتيبات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية وإيس فجأة الناس بتتكلم على البطولة يا جماعة هل في تعديل الموعيد تقال لأ الموعيد في نفس التوريخ اللي احنا أرسلناها قبل كده والبطولة في معادها ما فيش أي تأجيل وبالتالي الكلام اللي بيطلع كل فترة البطولة هتتغير البطولة هتتأجل أصلي كاس الأم هتأجل فكاس العالم للأندية هيتلعب كاس الأمور الإفريقية كلنا شايفين دلوقتي بتتلعب وخلاص ما فيش تعجيل لكاس الأم كلنا شايفين البطولة بتتلعب هنبدأ بقى نغير ونبدأ نتكلم على كاس العالم للأندية كاس العالم للأندية لغاية للحظة دي الناس بتأكد البطولة في معادها بس في نقطة غايبة عن الناس يا جماعة التذاكر اضطرحت والتذاكر تم بيحها بنسبة كبيرة جدا ومباراة الأهل والجزيرة والمباراة الأهل ومنترية المكسيكي يوم 5 فبراير نقدر نقول بنسبة 90% التذاكر نفزت والتذاكر دي عشان تطرح بيبقى خلاص انتهينا خدت القرار الرسمي والنهائي وده بيبقى كنفير من المباراة دي في المعدة يوم 5 فبراير الساعة 6 ونص بتوقيت القاهرة على ملعب الزايد في مدينة أبوظبي وبالتالي إيه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاية إنه ممكن الناس تغير موعيد البطولة الناس تقول لأصلية متزمنة مع كاسرهم من إفريقية ما الاتحاد الدولي عارف وقلنا الكلام ده الفترة اللي فاتت إحنا محتاجين نبدأ بقى ندخل في تفاصيل الموضوع لازم يكون فيه اجتماع رسم الفترة اللي جاية لازم يكون فيه دور مهم جدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عشان يتخذ قرار مهم في هذا الشأن لأنه مش معقول النادي الأهل هيلعب بطولة دولية زي دي وهو يعني عدد كبير جدا من اللاعبته الأساسية مش موجودة يعني ما يقرب من حوالي من 8 إلى 9 العيبة مش هيكونوا موجودين فيه منافسات البطولة فبالتالي أتمنى أتمنى الفترة اللي جاية وهي أمنية مش معلومة لأن كل المعلومات الخاصة بالملف ده الحمد لله إحنا قلناها تقول الفترة اللي فاتت وكل كلمة قلناها كانت بتحصل لأن احنا في النهاية عايزين نوصل للرسالة أو الهدف أو المعلومة الحقيقة في الملف ده لا فيه اجتماعات ولا فيه نية للتغيير ولا فيه أي بوادر تديك مؤشر أنه يكون فيه تغيير خلال الفترة اللي جاية فنتمنى أن يكون فيه تحرك من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عشان نحسم الملف ده الفترة اللي جاية لأنه خدوا بالكواب ده النهاردة بنتكلم 11 يناير يعني باقي على المباراة بالضبط بنتكلم حوالي 3 أسابيع يعني أقل من 3 أسابيع يعني أعتقد خلاص خلال الأسبوع اللي جاي هيتحدد توقيت السفر هتحجز طيران الإقامة بتتحجز ده كل ده للفرق المشاركة ما بالكم كمان بقى بالجماهير اللي اشتريت تذاكر وحجزت فخلاص يعني أي تغيير هيحصل هيربك الحسابات بالنسبة حتى للجمهور مش بالنسبة للفرق لو على الفرق غير النهاردة قبل بقرة غير الأسبوع اللي جاي بس الجمهور اللي اشتريت تذاكر عشان تغير المعاد هتبقى فيها مشكلة كبيرة وده اللي مديني مؤشر للأسف إن هو مؤشر سلبي إن البطولة دي ما فيش أي بوادر تبين إن المعادة هيتغير خلال الفترة اللي جاية بنتكلم في الموضوع ده بقى أن أكتر من شهرين ثلاثة والمكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي اجتمع أكتر من 4-5 مرات ما حدش فكر ولو مرة إن يطرح قضية الأهلي أو ملف بطل إفريقيا اللي يشارك ممثل للقرة الإفريقية في البطولة قدام المكتب التنفيذي خالص أربع اجتماعات رسمية ما اتطرحش اسم الأهلي ولا ملف الأهلي في هذه الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة فأتمنى الفترة اللي جاية وهي فترة مش كبيرة احنا بنتكلم في أيام قليلة إن لم تكن مثلا ساعات كمان يعني خلاص النادي الأهلي هيبدأ يحجز التذاكر للسفر والطيران ويتحديد معادل السفر فكل الأمور دي بتبين لك إن البطولة بنسبة كبيرة جدا هتكون في معادها وهنبدأ بقى نستنى نشوف القوام والقايمة وساعاتها تقول لي بيتس موسيماني هتستنى لتراتة فبراير عشان تختار القايمة وهو مدير فني بالتأكيد محتاج أنه يختار أفضل العناصر ما تجيش تقول له لأ أصل العناصر دي مش هتبقى متاحة معاك ده بالنسبة له هو كمدير فني أو هيد كوتش دخل على طولة ماينفعش ماينفعش تبدل تقول لي أصل اللعيبة مش موجودة هنا محتاجة أخش البطولة بقى أقوى يعني السكواد اللي معايا فلازم أختار لعيبة على مستوى عالي عشان ألعب مع المنافسين على مستوى كبير جدا سواء منتريل مكسيكي كسبت وربنا قرمنا هقابل بالمراس في الدور النصف النهائي ربنا يسهل بلعب على المباراة النهائية لما لا ممكن أقواجه تشيلسي دي المشاركة السبعة للأهل فعايز يعمل إنجاز جديد وعايز يعمل بطولة كبيرة قدام الجمهور اللي مش يعني مفيش جمهور هيمنى مدرجات الملعب في الملعب كلها إلا جمهور النادي الأهل نجاح البطولة الكل عارف إنها هيكون مرهون بوجود الأهل ووجود جمهور النادي الأهل خلال الفترة اللي جاية أتمنى هي ليست أكثر من أمنية إنه يكون فيه قرار خلال الساعات اللي جاء لأن الموقف بصراحة صعب جدا وما فيش أي بوادر بصراحة بتبين إنها هيكون فيه اتجاه إيجابي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نشوف أخبار الأهلي وكمان نحاول نلقي الضوء على استعلالة الأهلي لمباراة الجنة